السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم ان شاء الله غدي نحضر معكم واحد للجلاس كيجي رائع والمدق دياله والارواح بمكونات بسيطة وسهل تحضير اه الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ديالي مرحبا بكم والف مرحبة ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد اه وما تبخلوش عليا الى عجبكم هاد الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم دوزوا المكونات هاد القلاس هادة غنحتاج ليه اه علبة ديال الكريم شانتيي اه فلون كاراميل جوج دانون ديال فلون كاراميل نصطرود الحليب ومعلقة كبيرة ديال املو هادا هو المكون اللي كي يعطي واحد النكهة رائعة لهاد القلاس هادة بالنسبة للساشي ديالسون الشانتيي تهو كتديروه في تلاجة والحليب كتديروه تهو المجمد يكون تقريبا بغا بدك يتلج لكم كيم ما كتشوفو باش كي تطلع الكريمة ف هاد الحرارة باش كتلع لكم الكريمة اه ضغية سافي غادي نخلط هاد الكريمة هادي هنس ماديش نطلعها مياه في المياه غا نخدمها غير غير شوية غادي نضيف لها الساشي ديال فلون الكاراميل غير الساشي صغير وجوج فلون اه كاراميل كما شفتو ما كان نضيفش الكريمة شانتيه ما كان نضيفلوش نهائيا السكار ما كان زيتش السكار اه بانا الضانون والكاراميل كل شي حلو شحل ما نقصو من الحلاوك يجي اه رائع وغادي نضيف هاد المعيلقة كبيرة ديال املو هي اللي كتعطي هاد القلاص هادا كتعطي له واحد النكهة رائعة والمدق ديالو متا واحد ما غادي عرف بانا ضفتو ليه املو صافي غادي نخلط هاد المكوينة هادو حتى كتطلع علي الكريمة مزيان والكاراميل المدق ديالكاراميل كيتواتى مع المدق ديالوز كي يجي المدق ديالهم رائع كما شفتو الكريمة هايا بدتك اطلع كناخد المول كنفرش ليه من تحت سلوفان وانتوما المهم اي درتو اطار درتو المول دائما ديرو سلوفان من التحت كي يساعدنا على الجلاس فاش كتحيدو كيتحيد بكل سهولة كنفرش واحد الطبقة هادي كا هادي كا اضافة من عندي كنا كندرت كناخد سلصة ديال الشوكلاة هاد السلصة هادي رغم كيتجمد الجلاس هي مكتجمدش كتسبقها رطبة وانتوما يمكن لكم تضيفو شوكلاة عادي ومي المهم اللي بغيتو تضيفو ولا تخليو هير عادي هادي كا اضافة ماشي شي اذا ما مشي شي حاجة اللي متوفر عندو اللي ما متوفراش يمكنو يدير غير حبيبات ديال الشوكلاة سافية غادي نكمل نغطي الوجه ديال هاد القلاس هادا شفتو القوامد الكريمة اضافة و بالنسبة لي انا درت المول شوية كبير الى درت المول صغير على هادا غادي جيكم الجلاس غادي جيكم الطبقة ديالو سميكة جي عريضة وانتوما لكم الاختيار اللي كي بغيه في الشكل كي يجي طالع اا يدير مول صغير على هادا صافي كنحاول نقاد الوجه ديال هاد القلاس نقاد الكريمة مزيان تاكيتقاد ليا الوجه باش كيجيني السطح مقاد فاشل فلد في الزين كيجي دك كتجي الطبقة متساوية بحال كما كان صاوبولي تاخت بالنسبة لي صاوبتو في العشية خليتو ليلة كاملة في المجمد الى كنتونتو ما صاوبتو في الصباح على الاقل خصو فوق ربعات السواية ويكون في المجمد باش كيجمد لكم زيان كما كتعرفو هاد الحرارة ضغياء كيدوب خصو يكون في المجمد انا خليتو ليلة كاملة وإلا كنتونتو ما ما وجدوش في العشية وجدوه في الصباح في العشية كون واجد لكم صافي كان غطيه بالبلاستيك الغذائي سلوفان باش ما يشمليش دك الروائح ديال المجمد صافي وغاتيندخلو المجمد دخلتو كما تقلت لكم ليلة كاملة ادوش شكل ديالو مبعد ما خرجتو من المجمد كي يكون مازال بارد هنحيد له ذاك السلوفان وغنحيد ذاك الإطار الإطار ديال المول هاد المول راو معروفين كنحاول نحيدها هي بشوية باش ما يتحيد لكم هي بشوية حيث مازال لاصق وكما كتشوفو الزين اختارت لوز كون كاسي حمرتو عندي صلصة ديال الكاراميل وعندي ذاك البسكوي لي كيكون في الدخل ديالو الكاراميل حتى هو باش نخلي المدقات منساجمة ومتناسقة سوفين بعد محية الإطار ندوش شكل ديالو هناخد صلصة ديال الكاراميل هندير خطوط عشوائية باش كنتبت نتبت داك اللوز كون كاسي باش كيل سقلية على القلاس كندير خطوط عشوائية كيما كتشوفو وغادي ندير في الجناب على شكل دائري ودائما تزين كيما كندكر دائما كيبقى اختياري واللي متوفر عندكم في البويوت ديالكم يمكن لكم تخلي وقع حاكك هير هاد الشكل هادا إلي جوكم الضياف وبغايتوا تديروه كدسير كترافقوه في الجناب بالفواكه كتديرو إطار يكون صغير كتديرو بشي مولي يكون صغير وفي الجناب ديالة كترافقوه بالفواكه دبا نحضر معاكم واحد الكلاسة وكي يجي رائع بنكهة أخرى سافي كان زينو باللوز كون كاسي كيكون محمر ويمكن لكم تديروه حتى كوكاو اللي متوفر عندكم أنا في الحقيقة كيعجبني لغلاس بالمداق ديال اللوز اللوز كون كاسي كيعطيها 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 واحد للوغو كيعجي رائع وبالنسبة لذلك البيسكويت راي كون راي كون تكون تعرفوه المويم اللي كتعرفو البيسكويت اللي كيكون في الوسط منه الكاراميل يمكن لكم تزينو به اختارتنا هاد النوع هادا وقطعته طريفات صغار غادي نديروه تهوه في الاطراف على شكل دائرة وهاد شي غير لحسب الوليدات را كيما كنقوله العين اللي كتاكل والدراري هاد شي كيبغيوه كيفضلو هاد الحلوية هادو من الاحسن نصاوبوهم نصاوبوهم هاد هاد القلاس هادا لقلاس في الضار في البيوت ديالنا وفي المنازل ديالنا وفي الواسط اختاريت هاد الكوريات ديال الشكلات هادين نديروهم هف في الواسطها كيما كتشوفو عشوائية فوق ديالك الكاراميل غادي يلسقولي فوق ديالسلصة وهادا هو الشكل النهائي ديال القلاس اللي حترت معاكم نتمنى حتى انتم ما تجربو وينال اعجاب الوليدات ديالكم والعائلة ديالكم وإلى عجبكم هاد الفيديو وشاركوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم وما تبخلوش عليها بالتعليق ديالكم اللي كانمشي بها القدام ونوريكم الشكل ديالو كي يجي نقطع معاكم واحد طريف تشوفو كي يجي من الوسط وديك الصلصة كي تكون الداخل صدقوني الماداق ديالو كي يجي رائع وسهلت حضير سبق لي وحضرت معاكم غلاس بنكهات مختلفة هادا كي يجي الماداق ديالو موحد ديال الكاراميل عنتم ما كتشوفو ديك الصلصة الداخل والشكل ديال املو احتهو كي يعطي ديك الحبيبات ديالو كما كتشوفو الصلصة هي ما كتجمج كتبقى باينة نخليكم الى وصفة اخرى ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة